من ضمن الاسئلة هل خرجين التعليم المدمج ينفع يشتغلوا في بنك هل بيشتغلوا في بنك الحقيقة ان خرجين التعليم المدمج والتعليم المفتوح والى ما اخره انك تشتغل في بنك في رقنا حديث الخبرة بصراحة جديدة قليل مش بنكون في فرص عمل كتيرة متوفرة عادة بتبقى بعض البنوك بتزمزق في الموضوع ده بتقولك لان عاوز اخريك طبيعي طب ده معناه ان انا كحكا حلم اشتغل يعني ان خلاص ضاعت علي الفلوس لأ الفكرة بس انك لازم هنا تبدأ مجال معين وانقول انك دخلت آآ آآ كل التجارة تعليم المدمج بديكم مثال آآ وخلاص اتخرجت يا خلاص البنوك زي ما احنا بنقول طب قدمت بقى في الشركة اعوز اشتغل في المجال الاتشار مسلا المجال مورد بشاري اشتغلت في المجال ده سنة اتنين تلاتة في شركة معينة بعدين رحت لشركة تانية وهكذا وبعدين وخدت بقى الشهادات الخاصة بمجال الاتش ار وانا كالبر كواس وانا عوصر كواس وبكلم انجليز كواس وكل حاجة. وويس فجأة لقينا ان فيه بنك اعلن على وظيفة ان هو عاوز حد يشتغل في مجال البانكينج اه اتش ار. فانت عندك الخبرة وعندك التوك بروبو عندك كل حاجة. وانت كمان بقى خدت دبلو ما معرفش من جامعة ايه في الاتش ار وعندك الخبرة كل حاجة. ساعتها البنك انت بقيت عوصر قوي جدا لدرجة ان اي مكان هيكون عاوزك. ففي الحالة دي مش هنركز بانت تعليم مدمج ولا تعليم مفتوح ولا الحاجات دي كلها. اه ده مسال كوس على ده امسلة تانية ولكن اهم حاجة هنا انك تشتغل في الخبرة في المجال بتاعك ثم لاحقا تنطلق في الشغل في البنك او المؤسسة. لكن انك تشتغل في حديث خبرة اه وتشتغل في البنك عادة لا البنك بصراحة بيزمزق في كتير جدا مش بيوافقه فده بس ضعه في الاعتبار وربنا وفقك واكتبك وكل خير ودايما اتعلمه ودايما الفرصة بتيجي لما الناس بتتعلم وبتطور من نفسها بشكل مستمر هو ده اللي بيعمل فارق على المدى البعيد وربنا وفقك واكتبه كل خير.